عالة السنية في مشروعية مولد خير البري تأليف عثمان الشيخ عمر بن الشيخ داود هدعو هدعون الشافعي والصومالي العيلو طيري مولدا راجعوه صعو الشيخ عبد الناصر علي حسين طبع السادسة الربيع الأول 1429 مزيدة ومنقع حقوق طبعا محفوظة المؤلفة التليفونية يقول 430 يعني قبل 14 سنة مو البريد الالكتروني مقديش وصوماليا من طبع على الوالد سيدوس هاشم الرفاعي سيناب شيخ الطريق الرفاع كل يوم اقرح اقراركم منه اليوم فتحت صفحة ولا طلع معاي المشايخ لأي دول مولد قاعدين يدريس يقراهم شوف يقول لك الفصل الرابع في ذكر العلماء القائلين بجواز هذا الاحتفال جمالا بعد ذكرهم تفضل سيدي قد ذكرنا من العلماء القائلين بجواز الاحتفال بالمولد النبو الحافظ ابنه دحية والحافظ شيخ القراء وامامه من شبس الدين ابن الجزري والحافظ القستلاني وشيخه الحافظ السخاوي وشيخه امير المؤمنين في الحديث حافظ عصري ابن حجر عسقلاني وشيخه الحافظ الكبير شهير زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراق والحافظ اسماعيل ابن الكثير صاحب تفسير مشهور وتلميذه وتلميذه ابن تيمية الله يعني بالتلمية بعد يعني معناه تمعيد المولد النبو ان شاء الله والحافظ ابن الرجب الحنبلي والحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي والحافظ السيوطي والحافظ عبد الرحمن السماعي المعروب بأبي شامة والحافظ الديبعي وفأهولئي 12 من أكابر حفاظ حزمته وحملة الشريعة المطهرة وذكرنا أيضا الإمام الكبير سراج الدين عمر البلقيني والشيخ المعتقد أبي عبد الله المغربي والشيخ برهان الدين ابراهيم بن زقاعة كانوا يحضون لحفلة مولد النبو الذي قيم السلطان ظاهر برقوق وذكرنا أيضا الشيخ ابراهيم بن علي بن ابراهيم والإمام الفقه بن حجر الحيتمي وإن كان حافظا كما في النور السافر صفحة 287 كنا أشترى بفن الفقه وأبا الطيب محمد بن ابراهيم السبتي المالك الفقه وأولئي كلهم كانوا قبل القرن العاشر الهجري وذكرنا من الألف هنيم شوية مل علي بعد تكمله من علي بن قاري الحنفي وعدهم بعضهم من حفاظ الحديث وشيخ محمد نوري الجاوي والزرقاني وسيد أحمد زيني دحلان وتلميذ والسيد البكري الله شيخ الطريقة الخلوتي ذكرون الفياضي دكتوراته بالدرديري الخلوتية والحجازي البكري الخلوتية وصفية وعلامة البرزنجي المولد البرزنجي نميذ شفينها محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وعلاله وذاته وصفاته معلم بياك وصلى الله عليه الملائكة ومحمد عثمان المرغري السودان صاحب تأج التفاصيل خليفة السيد يحمد بن دريس الله ومدد والشيخ عزب والسعيسة بن عبدالله صالح صاحب بلوغو المأمول ومحمد بن علو المالك اللي الوالد دافع عنه محدث حرام المكة والمدينة ومدينة 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 السعودية في الكتاب الرد المحكم المنيع على شفاة من المنيع وذكرنا من علاماء هذا القطر السومالي السوفي الكبير ولي الشهير الشيخ ويس بن محمد البراوي القادري والعلامة نحلي صاحب الفنون الكثير والتالي في العديد الشيخ عبدالرحمن الزيلعي وشيخنا عبدالرحمن بن عمر الوري الشيخي المولد النبوي والعلامة نحلي صاحب الفنون الكثير والتالي في العديد الشيخ عبدالرحمن الزيلعي وشيخ عبدالرحمن بن عمر الوري الشيخي بلدة القادري طريقة بلدا القادري طريقة والشيخ العلامة محمد بن جعفر من دريس الكتان الشيخ الشريف العلامة محدث الكبير سيدي محمد بن الشيخ الجماعة سيدي جعفال كتاني الحسيني والشيخ العلامة محمد بن الشيخ الجماعة سيدي جعفال كتاني الحسيني والشيخ العلامة محمد بن حج حوجي الحسني والشيخ العلامة محقق ابو علي السيدي الحسن بن عمرو مزور مزور والشيخ العلامة الفضول بن محمد الهواري الهواري والعلامة المحدثة احمد بن محمد فتح العليمي الفارسي على المي الفارسي، وصيد محمد بن السيد المختار الشنجيطي، التجاني وشيخ عبد الله بن محمدitet力 المناوي، ادرى الإمام بن الجوزي والشيخ حسن بن محمد猛بدالله شداد عمر Urban عمر, بن أهل اليمن واليسب يوم بن إنbrarه علوي النبي واليوسف بن بن اسماعيل النبهاني، zachفيد بنلاد، الحفيظ بن الشيخ عبيبقر بن يوم والشيخ عمد القادر الحمس الشادلي الشريقي الشيرطي والشيخ العلم الجليل المفتي بيروس الشيخ محمد نجا والستاذ خير الدين وائلي والستاذ حافظ محمد الباقر محمد بن حكيم من عبد الكبير الكتاني الحسني والقاضي أحمد العسفي وأبو لفال حسيني والعطية الشيباني الزبيدي والإمام دلغني النابولسي والإمام عدو الأصوفي الكبار والإمام علي السلام هودي والإمام الباجوري والشيخ علي السليم الطنطاوي الشيخ محمد المغربي الدفين لاذقية سوريا والشيخ محيس بن عبد الله والشيخ عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن سالم الشافعي فهؤلاء المذكرون اشتركوا في القناة